هذه سائلة تقول احرمت بالعمرة وقلت الاشتراط ثم وصلت الحرم ونزل علي العذر الشهري ثم تحللت من الاحرام ماذا افعل اذا كان الانسان قد اشترط عند الاحرام وكانت المرأة قد نوت بهذا الاشتراط ان لها التحلل متى جاءها العذر فانه اذا جاءها العذر جاز لها التحلل على الصحيح من قول اهل العلم ولم يجب عليها دم ولا غيره كما هو مذهب الشافعي واحمد لما ورد في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها انها احرمت وهي شاكية فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني محلي يعني ان لي التحلل من الاحرام وهذا الحديث جيد لإسناد وبالتالي ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فان لك ما اشترطت على ربك ومن ثم فانه يجوز لها ان تتحلل من الاحرام متى جاءها العذر وكانت قد اشترطت التحلل ونوت بذلك الاشتراط ما يأتيها من العذر ولا يلزمها في هذه الحال ذبيحة ولا شاة ولا فدية ولا صيام ولا غير ذلك على الصحيح ولا يلزمها شيء من هذا اشتركوا في القناة